اشتركوا في القناة 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 هم اللي غادي عاونوني على اساس ان النمو ديال 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 الوليد غايكون بسلام. فلما كنقول البروتينات كنفكر في البروتينات السهلة. اه. بحال التجاج. كذلك. بحال بحال الحوت. بحال القطاني. دائما تشوف القناة القطاني اللي ميديرو لهاش الحرقة. لانك مثلا كينشي وحدة اللي كتقول كوديغي كان نكون لوبيا كتتشعل فيها العافية. الحاجة اللي غا تشعل لها العافية في الدات ديالة ممنوعة. انه غنشوف القطاني اللي لما كتاخدهم ما كتستبشي حاجة. وما نكرش. وما نكرش ان القطاني اللي غا تاخد يكونوا منبتين. لان هادو كي القيمة الغدائية كتتضرب في ثلاثين مرة. واحنا المرأة. تخصت تكون لآآ كتاخد الاشياء اللي غا تكون القيمة الغدائية ديالها كبيرة. لان هي اللي بحاجة المواد وعناصر المغدية. والجانين ديالها اولى. الراضع ديالتها بحاجة لهذا الامور هذي. اذا لكما قلنا البروتين ماقر. لجيننا من 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 الجاج. واللي جاينا كذلك من الحوت. وكذلك القطاني. كل مرة نبدل مرة ندير الحوت. مرة ندير الجاج. مرة ندير القطاني. وهكا كنوع من الانواع ديال البروتينات اللي لا بدها. ما غا تلقى الام لكي ما كي يقولوا ديك اللي غا تبني بهم الجانين. ولا تبني تتكمل البناء ديال الراضع ديالها. كذلك الروز في في الغداء. دائما تفكر انها تاخد الروز ولا الكنوة ولا الحبوب الكاملة. الخبز كامل بالنخلة دياله فهو مفيد جدا القمح الكامل. فهو مفيد جدا للدات ديالها. اللي اخدت غير مئة جرام من هاتشي. اه كمواد طاقية مهم جدا لها والجانين ديالها والاولى الراضع ديالها. والخضروات تكون دائما مشكلة. عندي كنفكر ندير مثلا لازي بيناغ. ندير البروكولي. وندير نخيزو. هادو فيهم مضادات الاكسادة وفيهم الحديد وفيهم المواد اللي غا دي عاونوها على البني. وكذلك فيها فيتامين او فيتامين كا. وفيتامين كا. وهادو. وفيهم لا سيدفوليك. وحنا كنعرفوا بان الوليدات واقفين على لا سيدفوليك في ذيك الايام. لا لا ديال المك يكونوا في الكرش ديال الامات ديالهم. او لا فاشك يكونوا رضع. وزيت الزيتون. ايه. زيت الزيتون مفيد جدا. اذا المكة تكون اللي وجبة فيها البروتينات. وفيها الحبوب الكاملة. وفيها الخضروات الجيدة. وفيها زيت الزيتون. هادو غا دي يكون غدا لجد مهم ومفيد للام اللي كتكون حامل او للام اللي غا دي تكون مرضع. كذلك هادشي غا تاخده في الوقت ديال اتناعاش. الوحدة. ما بين الوحدة الوحدة والتناش. ما بين الوحدة والوحدة. تاخد هاد الوجبة ديالغدا. غا تجد ديك الربعات العشية. عا تاني تاخد انكولاسيون ولا كاسكروت وحد اخر. اللي غا يكون فيه الياورت. والفرومج البيض. هادك الياورت الفرومج البيض. غا تزيد عليهم الحلويت اللي ما فيهش سكر. لانك نعرفوا بان الام هات ممكن يكون عندهم داك السكر. الفوكه اللي ما ما فيها السكر. هاد الفوكه اللي ما كتكونش حلوة. غا تضربهم مع داك الياورت. زيدهم على الياورت ودك شي وغا تصوب لنا بحل اه بحل بحل رعيب ديالها خاص. اللي غا تولي تاخده مع ديك الربعات اللي فيه مواد غانية ببيتامينات. وغانية كذلك بكالسيوم. وبالحديد. مضادة الاكسادة. وكذلك فاش كنقول الفيتامينات كن نركز على الفيتامينات ديال المجموعة باء. بي اين بي سيس بي ناف بي دوس. والعشاء ديالها بإذن الله هو يكون شوية فيه ديال القراية. دبا قولينا كن نحطوا المواد الغدائية. ولكن امامتو كندير معها شوية ديال القراية باش انها تكون مؤهلة انها تحمي رسها بالمواد الطاقية والواقية والبانية. وكذلك تحميل جنيد ديالها بالمواد الطاقية والواقية والبانية. وتحميل راضيع ديالها بالمواد الواقية والطاقية والبانية. اللي ما غنجيو المحطة الاخرى. اللي هي العشاء. كتصوب واحد الصوبة ديال الخضروات. هات الصبات دي الخضروات اللي يكون يكون فيها الخيزو والماطيشة. وهادو كلهم غني بالالياف وبالفيتامينات ومضادات الاكسادة. كذلك نتاخد البروتينات احنا كان الى لحظة الفطور والغداء والعشاء. كان نفكره دائما في البروتينات لان هنا هي بني. والبني يحتاج لجدية المواد اساسية كين البروتينات وكين الدهون. عدل الاملاح المدينية. هادو كلهم في الوجبة الغدائية تشوف الام بانا كين عندها البروتينات وكين عندها الدهون وكين عندها ملح مدينية. كذلك انفاش كنقول البروتينات غادي يكون فيها البيض او الا ذاك الحوت لواحد النسبة دي ما بين ثمانين حتى المئة قرام في اليوم ديلها. الخبز الكامل ولا ولا البطاطة. الخبز الكامل ولا البطاطة وخاصة البطاطة الحلوة. فهي كتعطينا هادوك المواد الطاقية المفيدة اللي غادي عاونها بشكل كبير. وخلاص الخضروات دائما كان فكره في البروكولي والكورجيتو والبوارو. هادو سهلين في الهضم. وفيهم عناصر مغضية اللي غادي عاونها بواحد شكل كبير وكبير جدا. عشان ديها لغيكون بحالكة. وقبل ما ناس تقدر تدير شي شي حاجة شي انفزيون شي تيزان. تيزان اللي تكون فيها الكامومي والفيرفين. لويزا. الكامومي واللويزا باش كي تعطيها واحد لهدو. مش كمية اللي هي كثيرة باش لالتنسيو اللي بزفت لها اموريك. هادو باش كي يعاونها بواحد شكل لهذا وديرهم في الاخص مع الحليب. وكل ما كانوا احنا كنعرفوا بان المرأة الحامل دائما كنديرو هاد المسائل هادو. وبإذن الله لما كتاخد هاد المواد هاد المواد كنشوفوا بان الفطرة دي الحمل ديلها كتدوز كلها بسلام. الوليد ديلها ان شاء الله كيتبنى بسلام. كيخرج وكتولي تردعوه بنفس الطريقة باش كي نمو ديله كيتزاد بواحد شكل كبير وكبير جدا. وكيولي عنا الوليد كامل في البناء وفي كل شي ديله. ممتاز. اذا هادو مجمع من معلومات خديناهم دائما من خلال فقرتنا اللي فهم نجوا. اكيد ما تنسوش دائما تحديات جانع اللي كندرجوهم لكم على الصفحات الرسمية شديف فام فيسبوك وانستغرام واكيد حد موافق ان شاء الله للجميع. قدمت لكم هذه الفقرة بمساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.